أخطاء التحكيم وياخدوا الاتجاه وبيحاولوا يسكتوا الناس اللي بتدافع عن النادي الأهلي وده مش هيحصل أن أنت تاخد الموضوع في اتجاه أن الأهلي مالوش حقوق أو أن الأهلي مالوش حق في هذه المباراة بس لا الأهلي له حق في 14 نقطة خلال الفترة السابقة الأهلي بيتجامل إزاي ده إحنا لنا كل سنة كل سنة جول في حساب البنك الأهلي بالمناسبة يعني كل مباراة ممكن جدا في مباراة البنك الأهلي السنة اللي فاتت والسنة دي حساب أهداف ملغية كلها أهداف صحيحة وملغية وفي وجود الفارب المناسبة كل الكلام اللي احنا قلناه خلال الفترة اللي فاتت ده أنا وريت لحضراتكم هنا في هذا البرنامج بالصوت والصورة اللي كان بيحصل مع النادي الأهلي جول في الطلايع السنة اللي فاتت وجول في فاركو السنة دي اللي بالمناسبة وأنا قبل بس ما أكمل كلامي في هذا الأمر كان هناك اجتماع لكلاتنبرج رئيس لجنة الحكام أو خبير التطوير في لجنة الحكام أو هو اللي مسؤول عن لجنة الحكام مع عدد مش الاجتماع اللي فات اللي هو مبارح لا أو النهاردة لا كان فيه اجتماع أول حضروا عدد كبير من المسؤولين هو حتى تقال أنه عايز يقعد مع ناس معينة واحد أو اتنين ففيه واحد تالت اللي هو كابتن سيد مراد اعترض على هذا الأمر وقال لا لازم أبقى موجود ولازم أعود اللي هو كان مسؤول تقنية الفار اللي بعد كده استقال أنا بتكلم على اللي قاله أو اللي اتعمل أو الاجتماع اللي اتعمل من حوالي أسبوع أو عشر تيام أول اجتماع لكلاتنبرج وفي هذا الاجتماع تحديداً أقر كلاتنبرج بصحة هدف النادي الأهلي أمام فاركو لو بتعبير سيتاو لو نتذكر هذه نقطتين بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما تكلم مع حضراتكم هذه نقطتين اللي بالمناسبة الهدف ده كل الخبراء التحكين باستثناء كابتن عصام عبد الفتاح قالوا أنه هو هدف صحيح 100% أنا بس ده وأنا بتكلم مع حضراتكم السنة دي بمناسبة الأهداف أنا بتكلم هنا في أهداف فقط وليس ركلات جزاء كمان لكن أنا بقول لحضرتك أهداف صحيحة تم إلغاءها لا بتكلم في حالات طرد ولا بتكلم في ضربات جزاء ولا بتكلم أن تحجيم مباراة والحاجات دي احنا نفهمها لعبت الكرة يفهموها لعبت الكرة يفهموه أن الحاكم لما يجي عايز يحجم مباراة بيعرف يحجمها إزاي بصلي أنت ناس غريبة جدا اللي بتقول أن الأهل يصله بيتجامل عشان خد ضرب الجزاء في المقصة بالمناسبة يعني أي حد معدي معدي قدام التلفزيون وشاف الكرة دي أو بلاش قدام التلفزيون عشان التلفزيون دلوقتي كمان أصبح أو الفار في مصر تحديدا أصبح خلال الفترة اللي فاتت بيتلاقي فيه وبيغلط حتى الفار في أي حد معدي وشاف الكرة دي حيقول ركل الجزاء ضرب الجزاء مية في المية واحد بيعمل إيده كده مكبر جسمه والكرة جات في إيده وركل الجزاء فالكلام إن هي مش ركل الجزاء الحقيقة ده كلام عبثي نوع من أنواع العبث لكن إحنا لو اتكلمت مع حضراتكم في موضوع ضربات الجزاء غير المحتسبة ممكن نعد كتير جدا يعني فيه ركل الجزاء لرمي ربيعة لو تفتكروا في ماتش الزمالك اللي فات لما لعب الزمالك ده سعى لرجل رمي ربيعة تقريبا نص فرق الدوري إلا ما يكن كلهم اتحسب لهم نفس الكرة بما فيهم نادي الزمالك ونادي بيرامدز اللي بيه نفسه نادي الأهلي بس الأهلي تقال لك أصلوا الاحتواء الحكم نفسه في ماتش الزمالك أكبر الأندية كابتن محمد عادل قال لك هو اللي صرح مش إسلام ولا جمهور الأهلي اللي صرح هو اللي صرح وقال ده احتواء ده بعد الماتش يعني لو تقعد تفتكر المباريات اللي بقوله ده اللي أنا بفتكره دلوقتي وأنا بتكلم مع حضراتكم فبالتالي أنا بشوف أن هناك توجه من بعض من لا يشجع النادي الأهلي أنهما طبعا مليش دعوة بأي قناة يعني قناة تتكلم نادي هو كل واحد حر يتكلم على نادي ويعمل اللي هو عايزه ويحافظ على نادي من وجهة نظره ولكن محاولة تمس الحقيقة عمرها ما هتنجح طول ما الإعلام النادي الأهلي رسمي موجود عمرنا ما هنرد على حد إلا أو هنفضل نرد على كل حاجة تخص النادي الأهلي عندما نجد أنه هناك اتجاه معين ضد النادي الأهلي من وجهة نظره على فكرة من وجهة نظرنا من وجهة نظر اللي شغالين هنا كلهم في القناة لما بنلاقي حاجة هنطلع نقول وحنقول إن هي غلط عمر ما حد حياخدنا يودينا إن احنا نقول إن الموضوع ده أو إن الكرة دي مش راكل الجزاء لأنها راكل الجزاء باعتراف الجميع ترجمة نانسي قنقر